السلام عليكم ورحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطة مع كريمة سعيدة بيلقياكم مجددا كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسان الاحوال الفيديو اليوم ان شاء الله سنحضر معكم بطبط الخلط الكهربائي بدون اي تعاب بطريقة جيد سهلة ومنبسطة وكذلك بحشوة لذيذة وسهلة كنتمنى فعلا انكم تجربوا هذا الوصفة لانها وصفة رائعة نتقلوا جميع الفيديو باش نتعرفوا عن المقادير وكذلك كيفية تحضير فرجة ممتعة بالنسبة هنا قد نتكر معكم المقادير وكذلك الطريقة في نفس الوقت اختصار الوقت عندي هنا يا كأس ديال المأدافي اللي ضفت له ملعقة كبيرة من الخامير الفورية ومع ملعقة من السكر حبيبات طبعا الكأس ديال العنبة كذلك عندي هنا يا كأس ديال الفينو ضفت هنا يا كأسين من الفينو او دقيق القمح الصلب نضيف جوج كيسان طبعا العبار بالكأس ديال العنبة وكذلك نضيف جوج ملعقة من الياغورت الطبيعي كذلك عندي كأسين من الماء طبعا الماء دافي ونخلط هذا العناصير جيدا مدة تقريبا من ثلاثة ديال دقائق حتى الخمسة دقائق نخلطه جيدا نضيف جوج كيسان ديال الدقيق نضيف جوج كيسان ديال الدقيق نضيف جوج كيسان في الأول ونستمر في إضافة الدقيق نحصل له واحد العجينة طبعا عجينة ما تكون قاسحة نحصل له واحد العجينة اللي تكون خفيفة نضيف جوج كمية الدقيق نضيف جوج كيسان نضيف الكأس الثالث والكأس الرابع ستقرحة بالتدريج نضيفه بالتدريج كما تلاحظوا نحصل على واحد العجينة اللي تكون خفيفة نوعا ما تلتسق في اليدين نضيف نجمال عقب من زيت المائدة نحاول ندخل الزيت في العجينة نضيفها بلاستيك الغذائي ونضيفها تختامر واضع في الحجم مدة لـ 25 دقيقة نحضر الحشواء على حسب الرغبة ومتوفر نضيفت بصلة كبيرة وكذلك الفلافيل حمرة وخضرة نضيف الخضر يتشحر جيدا نضيفنا القليل من الملح وذلك نضيفنا اللحم المفروم كلكم تعويضوه باسترد من الدجاج او لحم الدكرومي او اي حاج جاك تفضلوها ونضيفنا القليل من المعدنوس وكذلك القليل من الكركم او الخرقوم وقليل من البزار او الفلفل الاسود ونضيف قليل من السلسل الحارة ونضيف قليل من السلسل الحارة ونخلي هذا العنصير تشحر جيدا ونضيف كذلك واحد الرشة ديال الزعتر تهيق تعطيه واحد طعم رائع وكتجيل ديدا بزاف ونضيف ثلاثة ديال الفرماجات فرماج متلت طبعا صراحة كي يجي رائع في الحوشوة كي يجي ديك الحوشوة كي ما نتلاحظه معايا كتجي معلقة ونخلي هات العناصير يتشحره ونطفو عليهم البوطة ونخلي هات الحوشوة ديالي تبرد ونبعد ما اختمر ديال عجينة كي ما كتلاحظه تضعف الحجم ديالها باستيعانة بداقيق نحرر ان نرشب قليل من الطاحين بش ما تلتسق ليش العجينة بسطح العمال لانك كما كتلاحظه العجينة خفيفة وبالمساعدة ديال متلك غادي نحاول اننا نسرح العجينة ديالي طبعا نقل بها بس نتأكد ان العجينة ديالي ما ملتسقاش يعني في سطح العمال ونخد هنا هاد الفنجال او او زلافة او او اي حاجة عندكم ونحاول انني نقطع على هاد الشكل نطبع بها الشكل دائري نحاول انني ما نخليش الفارغات منضيعش يعني العجين وبعد ما بردتلي الحشوة غادي نوضحها واحد الكمية ديال الحشوة وكذلك عنا ندينا فرمج ديال الصندويشات يمكنكم تستعملوا اي فرمج موزاريلا او اي حاجة يمكنكم كذلك تستغنوا عليه نحاول انني نضع قطع من الفرماج وكذلك قد نجمع على هاد الشكل نحاول انني نجمع بالجوانب وما نحاولش انني نجمع العجينة بزات نجمع غير الاطراف فقط طريقة يعني لي سهلة نحاول انني نبسطها قليلا ونخليها هنا يترتاح مدة ديال عشر ديالتقائي قعد نطيبها نطيبوهاش مباشرة نحاول انني نطيبوهاش مباشرة ونضيحها بالقليل من الزيت ونفضع فيها هاد البطيبوهات ديالي كما تلاحظوا الحشوة ما تخرج معنا مولوه ثم احتمروا من كل الجهتين نحيطهم وبنفس الطريقة نطيب البطبوط كامل 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 نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة كنت اول مرة تشاهدوا القناة نتمنى انكم تشاركوا في القناة وكذلك تفعلوا زر الجرس وإلى اللقاء في الملتقى مع فيديو ووصفة جديدة ان شاء الله